كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تدوله على تطبيق واتساب من رسالة صوتية تزعم انتشار مرض شلل الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية وأشار المركز وإلى أن الرسالة الصوتية المتدولة لا أساس لها من الصحة معدحا أنه لم يتم رسد أي حالات مصابة بشلل الأطفال بأية محافظة من محافظات الجمهورية حيث تم تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال في مصر عام 2004 كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض خلال عام 2006 مشيرة إلى امتلاك مصر نظام قوي من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية